لكن في معترض في نفس بشارة يحن الأصحاح الخامسة خامس لما المسيح بيقول أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيء كما أسمع الدين يعني بيتكلم أنه كما أسمع الدين فإزاي نحط التوازن في هذه الآية أخي ريزار هذا الجزء بالذات في يحن الأصحاح الخامسة لا ينقص مطلقا من قدر المسيح باعتباره الله لكن يؤكد خضوعه في المركز باعتباره ابن الإنسان الذي فيه توافق كامل مع الله مثلا لما أقول عن المسيح أنه باعتباره ابن الإنسان أنا مش بقول أن الله فواضه علشان يدين زي ما حدا ممكن يقول ليه؟ لأن الدينونة من ضمن أعمال الله السيادية التي لا يمكن أن يفوض أحد يقوم به مثلا أنا ممكن أفوض إنسان محامي يدفع عني أو يمشي لي في إجراءات شراء منزل لكن لو أفوض إنسان لكي ينوب عني في العيش في الحياة في أعمال مرتبطة بالله اسم أعمال الله السيادية من ضمن أعمال الله السيادية الخلق وغفران الخطايا الدينونة ليه؟ لأنه كمان مكتوب أعطى الدينونة للإبن ما ده بقى في الأصحاح ده اللي احنا هنقرأ فيه دلوقتي حالا في يوحنى 5 لما بيقول الرب تبارك اسمه عدد مثلا 16 19 فأجاب يسوع وقال لهم الحق الحق أقول لكم لا يقدر الإبن أن يعمل من نفسه شيئا ده بيعتبره ابن الإنسان إلا ما ينظر الآب يعمل لأن مهما عمل ذاك فهذا يعمله الإبن وهنا مش بيقول أنه مشيئة الإبن غير مشيئة الآب فيه توافق مع مشيئة الآب لأن الآب يحب الإبن ويريه جميع ما يعمله وسيريه أعمال أعظم من هذه لأنه كما أن الآب يقيم الأموات ويحيي كذلك الإبن أيضا يحيي من يشاء يعني على ذات المقدار كما يقيم الآب يقيم الإبن من يشاء وليس بإذن من الآب إذا عايزوا يقول لنا أنه في معدالة تامة ويكمل لأن الآب لا يدين أحد بل قد أعطى كل الدينونة للإبن لكي يكرم جميع الإبن كما يكرمون الآب لماذا الآب أعطى الدينونة للإبن؟ أعطى الدينونة للإبن باعتباره ابن الإنسان أنه هو الذي قام بالعمل وسدد فواتير الله والله ارتضى بهذا العمل يعني حق الله وصله ولأن حق الله وصله في المسيح فمن يقوم بالتعامل مع البشر سواء بالقبول أو الرفض للإدانة هو من؟ هو الإبن المسيح أخذ كرامة من الله الآب لكي يكرم الجميع الإبن كما يكرمون الآب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر